موسيقى 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 صرح الحسن الثاني كان كيتباع الجلسات ما يروج في البرلمان ما يروج في البرلمان كان يصله حرفاً بحرف وكان يدعم الضرجة أنه البرلمان بغي يخصله بناية جديدة في المصلة اللي ولت حديقة الآن والدرجة أنه وضع الحجر الأساسي وكانت الوفود وحضره معها رؤساء الفروق ورئيس مجلس النواب وكان غادي يتبنتهم مقر البرلمان وفندق ومسجيد وقصر المؤتمرات يعني خمسات المرافق كانوا غادي يكونوا كانوا واحد شيء كبير يعني بالعناية اللي كان يعتني لمؤسسات شرعية لكن بالأسف كانت الأحداث دي الواحد وثمانين جات وقعات وقالوا حقا صبون ما تماما هذا وإلى آخره هذا هو ما كانش كان كي تبعها أنا أعطيت المثال في أحد الحلقات اللي قلت بأنه مثلاً ما يرجو في اللجنة معينة وصلوا الخبار وكان كي تصل وسيحمد أصمان كان قال في واحد الاستجواب أنه تصل به الحسن الثاني وقال لو وقف عليها الجلسة ولكن ما قدرش الأخرى يوقفها في ملتا ما صار قابا طبعاً الحسن الثاني كان متبع وكي يتضح من خلال الخطاب دياله والكلمات دياله حول البرلمان كي تكون فيهم إشارات اللي كي يرد عليهم على الشحادات وعيان أو شحادات ملتا بك